السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في خناة نظام النهاردة إن شاء الله هنبدأ نحل مع بعض الست رقم ستة وعشرين من سلسلة الاي كيو اللي بدأنا فيها على القناة يمكن البعض يتساءل هو ليه الفيديو ده الدخل بتاعته مختلفة احنا دايما بنبدأ على طول على البي دي اف ونبدأ نحل على سئلة لكن النهاردة أنا طالع معاك وعشان أقول لكم إعلان قبل ما أبدأ في آخر ست من السلسلة وحبيت بصراحة أأجل المعلومة اللي عايزة أقولها لكم دي لآخر السلسلة عشان ما يبقاش يتابعها غير الناس اللي بدأ معنا من الأول وكملت السلسلة من أولها لآخرها لإن معنا أنك بتتفرج على الفيديو دا دلوقتي إن انت تفرجت على الخمسة وعشرين ست اللي فاته وده رقم ستة وعشرين بنسبة لك الحاجة اللي أنا جاء أكلمكم عنها هي إن أنتوا أكيد وإنتوا بتذكروا الفيديوهات بتاعت الستس القديمة أكيد لاحظتوا إن مفيش إعلانات بتطلع في الفيديوهات بتاعتنا وده بسبب إن إحنا معطلين المونيتيزيشن تماما من فيديوهاتنا على اليوتيوب المونيتيزيشن اللي ما يعرفش هو فكرة إن تطلع لك إعلانات على الفيديوهات وإنت لو شفت الإعلان لآخره إحنا كقناة بناخد فلوس من خلال الإعلان ده بس إحنا موقفين التربح ده من اليوتيوب لأسباب متعددة تكلمنا عنها في فيديوهات قبل كده غير في سلسلة الاي كيو يعني على القناة وأيضا أقول لكم إيه الأسباب اللي خلتنا نعمل حاجة زي دي هو فيه سببين السبب الأول ده خاص بنا إحنا وهو إن الإعلانات اللي بتطلع على اليوتيوب وغالبياتها يمكن أكيد أنتم ملاحظين ده بتبقى فيها مودرز فيها رأس فيها حاجات يعني أنا شخصيا ما أحبش إن أنا أكسب فلوس من خلال إن الناس تتفرج على حاجة زي دي دي الحاجة الأولى والحاجة الثانية إن في المحتوى التعليمي موجود الإعلانات بيعطل الشخص اللي بتفرج يعني وإنت بتتفرج على فيديو ومركز قوي وإنتوا عارفين إن لما المشاهدات بتزيد معدل الإعلانات بيزيد يعني ممكن تلاقي مثلا بيظهر لك إعلان كل خمس دقائق فإنت في الحالة دي مش هتعرف تركز في المذاكرة اللي انت بتذاكرها دلوقتي بصراحة السبب الأساسي اللي خلنا نعمل كده هو السبب الأولاني بس السبب الثاني ده بعد ما عملنا توقف للإعلانات لاحظنا إن ده حاجة نفعة الناس في إنهم يركزوا في المذاكرة طيب إحنا عارفين إن أي بني آدم مهما كان بيبقى يعني من أهدافه الأساسية إن هو يكسب من شغله فإحنا بنسببنا كقناة نظام القناة مش بتجيب لنا أرباح على الإطلاق وده بيقدي لإن في أوقات بنتطر إن إحنا نوقف شغل على القناة لإن ما بتجيبش فلوس ففي حاجات تاني في حياتنا سواء أنا أو الناس اللي بتشغل معي بتكون بتجيب فلوس أحسن فبنبقى لأ لما بنفطر ما بين ده ده طبعا بسبب إسلزامات الحياة وكده بنضطر إن إحنا نقضي وقت أكتر في الحاجة اللي بتجيب فلوس وده لحد ما ظهر عندنا حل المشكلة دي وهو حاجة اسمها بيتريون بيتريون هي إيه؟ هي منصة لدعم المحتوى إيه معناها؟ معناها إن إنت واحد مثلا بتتفرج على قناة نظام أو على أي قناة أو على أي محتوى على الإنترنت والمحتوى ده إنت شايف إنه هو محتوى مفيد بيساعد الناس ونفسك إنه يتوسع أكتر نفسك إن الناس اللي بتعمله تدي له وقت أكتر تهتم بيه أكتر تصرف عليه ميزانية أكبر وهكذا ففي الحالة دي إنت بتدخل على بيتريون وبتقدم دعم مالي للناس اللي بتقدم المحتوى ده الموضوع بيبقى اختياري تماما يعني إنت مش بتدفع فلوس عشان تاخد المادة العلمية لا هي المادة العلمية موجودة فيه وإنت لو حسيت إنها أفادتك أو ساعدتك تلاقي شغلة أو ساعدتك تتقبل في منحة زي الاي تي اي أو غيرها في الحالة دي بتقرر إن انت تقدم دعم مالي للناس اللي بتقدم لك المحتوى ده الدعم ده بيكون شهري يعني مبلغ سابت بتدفعه شهريا بحيث إن إحنا كناس شغالة في القناة نبقى عارفين إن إحنا بيدخل لنا من خلال القناة مبلغ كذا في الشهر وده يخلينا نفرغ وقت أكتر لتقديم المحتوى عليها أو ممكن لحد ما نوصل لمستوى في يوم إن إحنا لتبقى دي شغلانتنا الأساسية هي تقديم المحتوى مقابل الدعم المالي اللي بيجي لنا من على بيتيوم فإنت لو من الناس اللي استفادت من المحتوى اللي إحنا بنقدمه وعندك القدرة المادية إنك تساعدنا في حاجة زي دي أكيد هنكون مبسطين جدا بإنك تشارك معنا وتكون شريك محتوى بتاعنا على بيتيوم هسيب لكم لينك الدعم في وصف الفيديو تحت ويلا بينا نبدأ ست رقم ستة وعشرين ستة وعشرين يشبه الستس اللي قبله بس الطريقة أصعب شوية هنا بيديني ثلاث حقائق ويبدأ يقول لبناء عليهم كذا معلومة ولا المفروض أحدد أنهي معلومة فيهم صح وأنهي غلط فتعالي مشوف أول سؤال مثلا بيقول لي جيسيكا عندها أربع أطفال اتنين من أطفالها عينيهم زرقة واتنين عينيهم بني نص الأطفال دول بنات فلو الثلاث جمل دول عبارة عن حقائق أنهي في الجمل اللي تحت دي لازم تكون حقيقة لازم تكون حاجة صح بيقول لي على الأقل في بنت لون عينيها أزرق هل دي حقيقة؟ مش شرط ليه؟ لأن احنا الأربع أطفال دول ممكن الاتنين اللي عينهم زرقة يكونوا ولاد والاتنين اللي عينهم بني بنات فمش شرط يكون لازم في بنت عينها زرقة تاني حاجة اتنين من الأطفال ولاد دي طبعا حقيقة ليه؟ لأنه قال لي نص الأولاد لأربعة بنات فانا اقدر استنتج ان نصهم التاني اللي هو اتنين ولادي بقى دي حقيقة بيقول لي بعد كده الاولاد عينيهم بني برضو ما نقدرش نحدد احنا قلنا ممكن الولاد عينيهم بني او البنات عينيهم بني يبقى الحقيقة الوحيدة هنا هي رقم اتنين السؤال اللي بعده بيقول لي كل الطوائي الهاتس هاف بريمز بريمز يعني حواف اطراف يعني وبيقول لي عندنا فيه طوائي سودة وطوائي زرقة ونقدر نقول ان البيسبول كابس الكاب اللي بيلبسوه في البيسبول ده ينفع نقول عليه هاتس لو دول تلات معلومات حقائق بناء على الكلام ده نقدر نقول ايه هل نقدر نقول ان كل الكابس هاف بريمز طيب بالراحة كده احنا قلنا البيسبول كابس هي عبارة عن هاتس وكل الهاتس هاف بريمز هو هنا بيقول لي هل كل الكابس هاف بريمز لا احنا قلنا البيسبول كابس بس هي اللي نوع من انواع الهاتس فبالتالي عندها بريمز لكن لو فيه كاب من نوع تاني بسكتبول كاب أو آن كين هل لازم يكون فيها برمز لا احنا هنا كلامنا عن البيسبول كابز بس برضو دي مش شرط تكون حقيقة ممكن البيسبول كابز تكون بيضة سودة الله أعلم فما نقدرش نأكد احنا عايزين true fact يا جماعة ما نقدرش نأكد ان بعض الطوائب تاعت البيسبول زرع وكان بيتكلم على هاتس بصفة عامة نبعضها أزرق لكن ما قالش ان البيسبول كابز في منها أزرق المعلومة دي غلط أصلا لان احنا قلنا البيسبول كابز هي هاتس من كل الهاتس عندها برمز يبقى ولا جملة في التلاتة نقدر نقول عليها انها fact سؤال اللي بعده بيقول لي all chickens are bears كل الفراخ تعتبر طيور some chickens are hens طيب ايه الفرق ما بين chicken والهن لو كتبنا كده في جوجل chicken وهن images طيب هو مش باين تعالوا نكتب هن كده احنا في المدرسة كانوا يقول لنا الفرخة هن أو chicken دي الهن ده نوع من أنواع الفراخ يا جماعة فهو بيقول لي كل الفراخ تعتبر عصفير أو طيور وبعض الفراخ بيتقال عليه hens وفي ميل بيرز اي بيرز لي اكس بتبيض بيض لو دول تلات حقائق اني في الجمل اللي تحت حقيقة بيقول لي all بيرز لي اكس طبعا دي مش حقيقة ليه لانه قال الفيميلز بس هي اللي بتلي اكس لكن الميلز طبعا او الزكور مش بتبيض ثاني معلومة بيقول لي hens are beards دي معلومة صحيحة ليه وان احنا قلنا ان الهن نوع من أنواع الأشيكينز والشيكينز نوع من أنواع البيرز يبقى نقدر نستنتج ان الهن نوع من أنواع البيرز يبقى دي صح بعدين بيقول لي some chickens are not hens دي برضو معلومة صح ليه لانه قال لي بعض الفراخ هنز فنقدر نستنتج من ده ان البعض الاخر مش هنز يبقى انا المعلومة التانية والتالتة هم اللي صح السؤال اللي بعضه بيقول لي يعني غالب الألعاب اللي بتبقى محشية تبقى محشية بينز اللي هو السوداني يعني الألعاب دي في منها بيكون بيرز دباديب وفي منها بيكون تايجرز اللي هي نمور في بعض الكراسي بتبقى محشية بينز اللي هي السوداني ده لو دول ثلاث حقائق هنقدر نقول بعد كده هل دي حقيقة ان يعني هل كراسي لأطفال بس اللي بيحطوا تحتها السوداني ده عشان يلاقوه هو قال لي بس ما قالش ان هم بتوع الأطفال فانا مقدرش ااكد المعلومة دي يقولي بعد كده مش شرط ليه لانه هو قال لي ان فيه يعني غالب الألعاب مليانة بينز لكن مش شرطه كلها منقدرش نقول لو قال مست ممكن نتكلم شوية برضو دي معلومة انا معرفش هل او لا ممكن يكونوا فيهم بينز او لا فاحنا كده ما عندناش ولا واحدة في دول نقدر نقول عليها حقيقة مثبتة السؤال اللي بعده بيقولي بكتشارز كانت تيلة ستوري ممكن احكي قصة من خلال الصور كل الكتب اللي هي القصص بتاعت الأطفال يعني ستوري بوك بيكون فيها صور يعني ايه يعني ستوري بوك يا جماعة اللي هي القصص بتاعت الأطفال لازم يكون فيها صور وممكن يكون فيها كلمات وممكن لا تبقى متابعة على الصور بس الصورة بتوصف نفسها تمام هو بيقولي بناءا على الكلام ده هل نقدر نقول ان بيكتشارز كانت تيلة ستوري بيتر زين وورز هل الصور بتوصف القصة احسن من الكلمات والله دي معلومة انا ما اقدرش اكدها ولن فيها لان هي ما تقلت ليش هو طيب بيقولي بعد كده برضو دي معلومة مش شرط تكون مية في المية صح احنا عارفين قون القصص في قصص الأطفال بتكون بسيطة بس هل بنسبة مية في المية ما اقدرش اقول او لا اخر حاجة بيقولي دي بقى قدر اكدها ليه لان انا عارف ان كل ستوري بوك فيها صور وبعضها فيها كلمات يبقى اكيد اللي فيها كلمات دي هيكون فيها كلمات وصور فنقدر اقول بناء على ده ان بعض القصص فيها كلمات وصور فالجملة التالتة بس هي اللي صح سؤال اللي بعده بيقولي روبيرت عنده 4 فيكلز 4 ربيات اتنين منهم لونهم احمر واحدة فيهم مني فان فهل نقدر نقول ان روبيرت عنده ريد مني فان مش شرط ليه لان الفور فيكلز وارد جدا يكون في اتنين منهم احمر واحدة من الاتنين التانيين مني فان فتكون مني فان خضره زرقة ما اقدرش ااكد فدي معلومة مقدرش أكدها بعدين بيقول لي روبرت هاي سري كارز لا إحنا قلنا إنه عنده فور كارز تمام واحدة هيقول لي ما هو معنا إنه عنده فور معه سري بس إحنا الأسئلة ما بتتحلش كده وهنا يقص إنه هو معه ثلاثة بس لا هو معه أربعة مش ثلاثة بعدين بيقول لي اللون مفضل لروبرت الأحمر برضو مش شرط ممكن يكون العربيتين الحمر معادل بيتاجر فيهم خدهم من بابا يعني ما نقدرش نأكد إنه لونه المفضل هو الأحمر من المعلومات دي فكده ولا معلومة فيهم هي عبارة عن نون فاكت السؤال اللي بعده بيقول الجزر بتكون محاطة بالمية ماوي دي is an island فماوي دي جزيرة يعني الجزيرة دي اللي كونها كان بوركان ونقنا على الثلاثة معلومات دي هل نقول إن ماوي is surrounded by water أو أكيد ليه لإن ماوي عبارة عن جزيرة والجزر محاطة بالمية يبقى بالتالي ماوي محاطة بالمية دي معلومة صح all islands are formed by volcanoes دي معلومة ماقدرش أكدها ليه لإن أنا اللي عرفوا إن ماوي دي بصفة خاصة اتكونت من بوركان لكن هل ده معناه إن كل الجزر ضمنياً اتكونت من بوركان لا دي معلومة ممكن تكون صحة أو غلط آخر حاجة بيقول لي all volcanoes are on islands كل البراكين موجودة على جزر لا مش شرط فيه البراكين بتكون على مدن عادي وبرضو الجمل الثلاثة مش بتقول لي الكلام ده يبقى الجملة الوحيدة الصح 100% هي الأولى إن ماوي محاطة بالمية سؤال اللي بعده بيقول لي all drink mixes are beverages beverages يعني مشاريب فبيقول لي لو جبنا كازا حاجة حطناهم على بعض نقدر نقول عليهم beverage وكل الbeverages دي are drinkables يعني كلمة beverage لما نقول على حاجة مشروب ده معناه إن هي ينفع تتشرب بعض المشاريب لونها أحمر ملقاً على الثلاث معلومات دي هلنقدر نقول إن some drink mixes are red طيب تعالوا نفهم دلوقتي إحنا عارفين إن some beverages are red دي معلومة والbeverages دي جزء من الدرينك ميكسز إحنا قلنا all drink mixes are beverages يبقى بالتالي نشيل كلمة beverage عادي ونحط المكانها drink mixes يبقى كده نقدر نقول some drink mixes are red يبقى الجملة دي صح لأن إحنا فهمنا إن الدرينك ميكسز زي الbeverages ثاني واحدة بتقول لي all beverages are drink mixes لأ دي غلط بقى ليه يا جماعة إحنا لما نقول مثلا كل الأولاد أذكاية مثلا هل ده معناه ضمنيا إن كل الأذكاية أولاد لا ما أقدرش أكد ده تمام فأنا قولت إن الولاد اللي في الفصل ده كلهم أذكاية بس هل ده معناه إنه مفيش ولا من تذكية في الفصل لأ المعلومة الأولى دي مش معناها المعلومة التانية تمام فما حدش تلخبط من ده يعني أقول مثلا إيه كل software testers ملاحظتهم قوية فهل أقدر أقول إن كل الناس اللي ملاحظتها قوية شغالة testers دي معلومة برضو غالط أو كل developers ومبدعين يبقى هل كل المبدعين developers لا نمان فهي نفس الفكرة مش معناه إنه all drink mixes are beverages تساوي all beverages are drink mixes هنا دي مش mathematics X بتساوي Y هي هي Y بتساوي X في اللغات الموضوع بيختلف لما بتكلم إنجليزي أو عربي لما نقول ألف زي به مش معناها إن إحنا ننفع نقول به زي ألف آخر حاجة بيقول لي all red drink mixes are drinkable يعني all red drink mixes طب ما إحنا قلنا إن كل all drink mixes هي beverages صح يبقى all drink mix هنا ينفع نشيلها ونحط beverage تمام فهو كأنه بيقول لي إيه كل all red beverages are drinkable صح والغلط آه لأن أنا عارف إن كل all beverages drinkable فسواء كان أحمر أو أي لون تاني ده معناه إنه drinkable برضو فأنا كده عندي الأولى والثالثة هما اللي صح السؤال اللي بعده بيقول لي i glass frames cost between 35 and 350 dollars الفريم اللي هو الإطار بتاع النظارات بيكلف ما بين 35 دولار و 350 دولار بعض i glass frames made of titanium مصنوع من التانيوم وبعضها مصنوع من البلاستيك تمامي كيف أنا عارفت الأسعار وعرفت إن في منها مصنوع تيتانيوم وفي منها مصنوع بلاستيك بيقول لي هل نقدر نستنتج إن التيتانيوم i glass frames cost more than plastic frames إحنا عارفين ده من الدنيا يعني إن البلاستيك فريمز دي أرخص حاجة بس هل الجمل التلاتة دول نقدر نستنتج منهم حقيقة مثبتة بنسبة 100% إن التيتانيوم i glass frames أغلى من البلاستيك فريمز لا ما نقدرش من الجمل دي تاني حاجة بيقول expensive i glass frames lost longer than cheap frames هل نقدر نستنتج من الثلات جمل دول إن الغالية بتعيش أكتر من رخيصة لا برضو واحدة هيقول لي إزاي لا آه مش دايماً الغالي بيعيش أكتر من رخيص ده بالعكس ممكن يكون الرخيص ده مثلاً ومصنوع من مادة أي كلام بتعيش كتير بس مش صحية في حاجات كده تمام لكن الغالي من مادة مفيدة فبتعيش قليل لكن صحية فأنت ما تقدرش تأكد 100% أنا بفترض معاكم الاختيار التالي بيقول لي إيه فيه آي جلاس فريمز وقليلة قوي سعرها تحت 35 دولار دي بقى معلومة غلط لأنه قال لي كلهم ما بين 35 و 350 فمفيش أصلاً آي جلاس فريمز سعرها أقل من 35 يبقى كده ولا جملة من دول نقدر نقول عليها نون فاكت تعالوا نشوف السؤال اللي بعده فيه إلام ما بتكتبش يعني ممكن يكون مثلاً ألم بيعلم ممكن يكون ألم بتاع السامسونج نود ده اللي هو بيعلم على الشاشة أياً كان أو بيشاور اللي هو بنعلم بيه ليزر لكن بعدين بيقول لي كل الإقلام للزرقة بتكتب بعدين بيقول لي يعني بعض أدوات الكتابة هي الإقلام فيه حاجات غيرها طيب إحنا عندنا ثلاث معلومات فبيقول لي هل دي حقيقة؟ إحنا فهمنا أن بعض دي هي عبارة عن بينز والبينز بعضها ما بيكتبش ملاحظين الموضوع بعض ده طبعاً ما قدرش يطلع منه بحقيقة مسبتة فهل أقدر أقول أن بعض بتكتب وبعضها لأ؟ ما قدرش أقول أو لأ طيب هو في الإجابات كاتب أن أول واحدة دي صح بس شخصياً أنا مش مقتنقة أقول لكم لي وطبعاً كل واحد يفكر فيها برضو الـ IQ يعني إيه؟ كل واحد ودماغه الفكرة في حاجة هو بيقول لي أن بعض الإقلام ما بتكتبش تمام؟ دي معلومة وبعض الـ فهل نقدر نستنتج من ده أن بعض الـ ما بتكتبش؟ فرأيي أنا لأ ليه؟ أنا لو قلت لك بعض الولاد كدبين وبعض الطلبة في المدرسة دي ولاد حلوة الجملة دي أهو عنديك الجملتين بعض الولاد كدبين وبعض الطلبة في المدرسة بتاعتنا ولاد هل أقدر أستنتج أن بعض الطلبة في مدرستنا كدبين؟ بصراحة لا ليه؟ لأن أنا أنا عارف أن بعض الولاد كدبين يعني مثلاً لو قلنا أن الولاد نصهم بيجدب ونصهم لا طب إيه اللي عرفني؟ أن بعض الولاد اللي هما في مدرستي دول من النص اللي بيجدب او فيهم اللي بيجدب مش ممكن بالصدفة يطلع ان كل الولاد اللي في مدرس دي من النص التاني اللي ما بيجدبش همين قصدي ده وارد انا مش بقول ان هو بنسبة 100% هو في الواقع مش هيحصل بس انا بتكلم ايه هل نقدر نستنتج فاكت من الكلام ده لا ده دي وجهة نظري شخصيا بس النمازج بتقول ان دي اجابة صح فبرضه احنا ممكن نختلف مع النمازج وبرضه قولولي رأيكم في الكومنتيات ناخد بالنا من حاجة انا هنا بتكلم في السياق بتاع المسألة يعني انا بحاول ما اطلعش منه يعني اما دخلت على جوجل وكتبت رايتنج اوتنسلز لقيت ان مقصود بيها الحاجات دي اللي هي اي اداة ينفع نكتب بيها فممكن واحد يقول لي والله اه ما بعضها دي ما بيكتبش بعضها بيلون فهو المعلومة دي صح بس انا قصدي طبقا للمسألة وطبقا للسياق بتاعها هل اقدر استنتج المعلومة دي لا انت لو حد شايف انه او والله هو هيبص كاريل وورلت سيناريو ما ان دي رايتنج اوتنسلز فهي بعضها بيكتب وبعضها لا بعضها بيحدد بعضها بيمسح زي ما انتو شايفين يعني حتى الاستيكا بيعتبروها رايتنج اوتنسل وزي ما قلتلكو قلولي رأيوكو برضو في الكومنتيات فبرضو لو انت شايف ان غلط يبقتوها تبقى غلط ليه لان برضو ما احنا قلنا ان وقلنا فهل ده معناه ان مش شرط لان انا عند تبقى لسياح المسألة ممكن تكون كلها ما بتكتبش وكلها مش بلو بس انت لو هاتبش برضو على سيناريو ده يبقى مما انها بتكتب يبقى هي هتكون زرقه ده الحل اللي هو حلو تمام هو شايف ان الاتنين دول صح الاولى والتانية بيقول لي بعد كده دي برضو معلومة بقى هنا هنتطفق مع لحطة الاسئلة ان دي معلومة ما نقدرش نسبتها تمام احنا عارفين ان بعض الرايتنج اتنسلز اقلام وهي لو قلم ولونها ازرق فهتكون بتكتب بس هي لو مش قلم ولونها ازرق ممكن تكون بتكتب وممكن ما تكونش بتكتب فما قدرش احدد المعلومة دي فانتو لو مقتنعين باجابتي يبقى هي دي لو مقتنعين باجابة الكتاب بتبقى الاجابة بي سؤال اللي بعده بيقول ماري سيت ان اند اي بوث هاف كاتز ماري بتقول انا وان صاحبتي احنا الاتنين عندنا قطات وان بتقول انا ما عنديش قطة هنا بنتكلم ان الاتنين بيقولوا معلومتين عكس بعض يعني لازم يكون واحدة فيهم كتابة بيقول لي والله ماري دايما بتقول الحقيقة always يعني غالب الوقت بس احنا هنفترض ايه ايه مش مية في المية بس ايه اوقات كتير but and sometimes lies بس ان اوقات بتكذب يعني احنا هنا لو هنقول مين فيهم بيكذب اكتر هتبقى ان فهو بيقولي لو الثلاث جمل اللي فوق حقائق انهي في الجمل اللي تحت لازم تكون حقيقة طبعا واحد هيقولي هو ازاي اول واحدة وتاني واحدة يبقى حقائق يا مش القولة بتقولy ان انا صاحبتي معاه قطة والتانية بتقوله انا معايش قطة ايو احنا اللي بنقول انه هو حقيقة الجمل يعني ايه يعني احنا متأكدين مية في المية ان ماري قالت كده لكن هل اللي قالته ده صح ولا غلط ما نعرفش أنا متأكدين 100% إن أن قالت كده لكن هل قالته ده صح ولا غلط برضو ما نعرش فهمنا الفرق برضو أنا هختلف تاني مع اللحظة الكتاب لسبب إحنا حتى لما حلنا في الأسئلة اللي قبل كده كلمة Always كنا بنتكلم وقلنا إن هي مش معناها 100% معناها غالبا لو تفتكروا كان في Set قبل كده وده كان سبب إن إحنا اخترنا اختيار زي ما كتاب قال إن ده ما نقدرش نحدد من خلاله إن 100% كذا بيحصل تمام؟ فهي نفس الفكرة هو قال إن ماري غالب الوقت بتقول الحقيقة وقال بتجدب كتير بس هل مش ممكن أبدا يكون الموقف ده حصل فيه العكس إن ماري لمرة من المرات الندرة جدا اللي بتعملها في حياتها كدبت وإن لوقت من الأوقات القليلة اللي هي بتعملها ما كدبتش ففي الحالة دي لو كده ما نقدرش نأكد ولا معلومة فهنا بقى هو بيقول لي أول حاجة إن هز أكاد ما نقدرش نأكد ولا لا لإن إن إن ممكن تكون المرة دي ما بتجدبش هي sometimes lies بس النهاردة ما كدبتش وتكون ماري هي اللي كدبت النهاردة من الأوقات الندرة اللي هي بتجدب فيها وبرضو ماري هز أكاد ممكن تكون بتجدب النهاردة وأن إز لاينج برضو ما أقدرش أكد 100% إذا كانت بتجدب ولا لا ده اختياري أنا إن هو ولا واحدة في الثلاثة جملة مسبتة 100% إنما هو برضو اختلف معنا تاني وافترض إن always دي معناها 100% تمام؟ عارف لو هو قال لي ماري never lies كده يبقى الكلام صح يبقى الثلاثة صح زي ما هو قيل هو قيل إن الثلاثة صح فأنت برضو لو مقتنع إن always معناها 100% يبقى الثلاثة صح لو مقتنع إن معناها غالباً يبقى ولا جملة في الثلاثة صح واحدة هيقول لي طبعاً لو جالي السؤال ده عامليه وأجماعة نسبة تكرار الأسئلة بالنص مش عالية يعني مش مهم إن انت تبقى فاهم الإجابة النموذجية للسؤال على قد ما يبقى مهم إن انت يبقى عندك فكرة أصلاً التفكير المنطقي والتحليلي ده إن انت تعرف تحلل السؤال وتوصل النتيجة لو أنت مثلاً في الامتحان في طراتنا جالك 100 سؤال وحللت المئة سؤال صح ويبت 90% دي حاجة كويسة تمام؟ للا إن انت كده عندك المهارة بتاعت التحليل صح ده المهم أحسن من إن واحد بالصدفة جاب 100% مثلاً وده مش هيحصل يعني وهو أصلاً بيوصل لإجابات الصح بطريقة غلط واصلا فدي نقطة مهمة إن الأهم عندنا إن انت تبقى بتفكر صح مش الإجابة فكت من الإجابة دلوقتي عشان كده الامتحان بيبقى درجات كتير وبيبقى النجاح من كذا عمر ما النجاح بيكون من 100% ليه لإن وارد جداً أنت تتلعبط فهم السؤال زي ما أنا أكون ممكن تلعبطت في فهم السؤال ده أو فهمته صح واللي حطه غلطان فيه ففي الحالة دي الأسئلة القليلة اللي على جنب دي ما تأثرش في درجتك فما حد الشيء لأ من النقطة دي حاول تفهم الأسئلة أكتر من إنك تعرف الإجابة النموذجية آخر سؤال معنا كل الكلاب بتحب تجري في بعض الكلاب بتحب تعون بعض الكلاب بيبقوا شبه صحابهم ودي نظرية كده ودوروا عليها يعني إن الكلب بيبقى شبه صحابه طيب ما نناش دعب الموضوع ده خلينا بيقولي لو دول 3 حقائق نقدر نقول بناء على الكلام ده إن كل الكلاب اللي بتحب تعون شبه صحابهم لا نقولنا إن بعض الكلاب بتحب تعون وبعض الكلاب شبه صحابهم هل شرط إن دول هما دول لا ممكن يكونوا دول غير دول الكلاب اللي بتحب تعون أكيد هتبقى برضو بتحب تجري دي معلومة صح ليه؟ لإن إحنا قلنا كل الكلاب بتحب تجري وبعضها بيحب يعوم فلو الكلب بيحب يجري ده مش شرط انه هو يكون بيحب يعوم العكس بقى لو الكلب بيحب يعوم ضمنيا نقدر نقول بنسبة 100% ان الكلب ده بيحب يجري لان علاقة العوم والجاري هنا بعض من كل العوم بعض الكلاب والجاري كل الكلاب الكلاب اللي بتحب تجري مش بيشبهه اصحابهم دي معلومة غلط تماما ليه لان احنا قلنا كل الكلاب بتحب تجري وبعضهم شبه اصحابهم فبالتالي لازم يكون فيه في الكلاب اللي بتحب تجري دي بعضهم شابه اصحابهم مش don't look like zero masters يبقى الاجابة الصح الوحيدة هي رقم اتنين فتبقى بيه طيب كده احنا خلصنا الست رقم 26 بالنسبة للناس اللي مقدمة في منح زي مثلا الITI والNTI الحاجات اللي هي بتبقى بعد التخرج لجوه مصر المشهورة دي اظن لغاية 626 ده كفاية الناس بقى اللي بتدور على مذاكرة IQ بصفة عامة انه هو يوسع مداركه انه هو مقدم على منحة في بلاد برة هي اللي هتحتاج تكمل معانا الست اللي اليسا جاية في باقي السلسلة ما تنسوش زي ما قلتلكوا هتلاقوا الانك دعم القناة على بيتريون في الدسكريبشن بتاع الفيديو وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته